السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبا عاملين ايه؟ كل سلام وسطيبين جميعا ان شاء الله بازنينا النهاردة هنعمل مع بعض حلوة المولد بطريقة بسيطة جدا وطبعا هنعملها ببيتنا وحنوفر جام دلوقت شكله طبعا غالي جدا وحاجة طبعا تفرح للاولاد نسمي الله بسم الله صلى وسلم على سيننا محمد الله صحابي وسلم انا عندنا ربع كيلو سمسم وعلى ربع كيلو سمسم هنحط على كوبهات سكر هنحط كوبهات سكر في قلبي الحلة يكارمن كده نحط تلات معالي بس مية ونسيبه يكارمن براحته متحوليش انك انت يتقلبي فيه احنا من الوقت الالتاني نهز بس الحلة كده عشان الحلة ما يجيش على اطرافها السكر ويسكر منك السكر ويبص حابة بحاب بص يكارمن كده بعد ما يكارمن كده روح بقى مقلبينه كويس قوي تقلب فيه كده كويس قوي بعد ما يتقلب وكارمن حلوة هنروح حاطين بقى ايه هنحط السمسم حابة بحابة وطبعا تحط حابة بانيليا في قلب الايه حاجة تحط حابة بانيليا تحط ماء ورد ماء ظاهر كل دول ببقى حلوة نقلب بقى كده بس المهم من كده الصراعي يجيك مع التقليب وحابة حابة متحطيش السمسم مرة واحدة عشان خاطر ما يمسكش معيك متعرفش تيتحكم فيه كده قال لي ابناء كويس قوي كده لازم ادخل في قلبيه بقى السكر كله طبعا وحاجة مش مكلفة ولا حطينا بقى اي حاجة خالص كلها حاجات من البيت وحاجة سهلة وحتعملها مفيش خمس زيق وانت عبدو جاس حانجيب بقى صنية وندهنها بالزيت ونروح حاطينه لازم هو سخن كده وندهن بقى المعلقة زيت عشان خاطر ما يلزقش فيها السمسم واتحاول بقى تسويها زي ما انتش عايزة بقى اي حاجة تسويها تسويها مثلا بالزي ما توشايفين بتاع تاعة الفتير ديت او نسويها مثلا بمعلقة المهم من كنت تفريدها تفريد كويس قوي وبعد كده حنروح بقى مقطعينها وهي سخنة تقطع كده وهي سخنة لازم وهي سخنة والسي بقى تهدى مفيش تلت اربعة دقايق وتروح بقى ايش هيلام الصينية ونشوف مع بعض بإذن الله حنعمل طبعا بعد كده نقطع بقى كده ولازم ويا سخنة بعد كده حنعمل ايه حنعمل عندنا الحمص الحمصية ونعمل بعد كده الفولية كده بقى سلكناها كويس اوي كده سلكتها بالقطع زي ما انتش شايفين كده جميلة اوي تبقى سهلة بقى ان كده تيجي تطلعيها سهلة جدا اما حاجة اني كنت شئتيه ده شوية بس يتقطعها كل ده تقطعها ويسخنة وسمكها حلو بقى زي ما انتش شايفين اللي عايزة تعملها ادخل من كده ما تفرداش اوي كده 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 نقطعها بقى ونحطها ايه نخليها مع التقديم وبالما نعمل ايه بقت الحمصية ونعمل الفولية ان شاء الله مع بعض وطبعا حاجة مش مكلفة وحاجة عامناها في البيت طبعا اه تعفل اسعار غالية جدا كله طيبين ولو انت حبيت تعملي مثل ملبل حبيت تعملي جسد الهندي بس احنا ايه برضو ايه اصلنا وعملنا الحاجات المهمة اللي كل الناس بتحبها الكل بيحب السمسمية والفولية والحمصية دي اكتر حاجة في كل جمعة الحلويات فاحنا ايه عملنا الحاجة المبسطة مش حكلفك باي حاجة كده نرصناها بقى في قلب الطبق كده ونشوف مع بعض كده نعمل ايه هنعمل الحمصية بس خلي بقى لكم السمسم السمسمة او اي عمتا اي حاجة لازم تقلبيها تتحمص ايه على البتوجاز الاول بتفرق جامد اوعا ما بتعمليها وهي ناية هنشوف بقى بعد كده هنروح ايه هنآ عندنا اهو زي ما توش شايفين الفول السيداني نص كوبية سكر وفانيليا وعصرة لمونة هنولع بقى البتوجاز العين دي والعين دي نحط في السكر الكارمل براحته ونحط بقى حبة المياه دي وقدي تلات معلق مياه ونسيه بقى الكارمل من قولنا ما نقلبش ايه في من وقت للتاني تهزي الحلة بس والتوصة بقى احنا نروح مولعين عليها على ايه تتحمص برضو على العين التانية نحمص الفول السيداني بيدي طبعا التحميز ده ببقى مهم جدا وطبعا لازم يبقى مشيج احنا نعبيها لازم يكون او دي احنا والكارمل خالص او هنحط النص لامونة والعين التانية بقى اللي بالحفول السيداني نقلب بقى كده خلاص رمى الكارمل نقلبي ما تخفيش مش هيسكر منك ولا حاجة كده تمام وانا عايزة اللون ده الحل زي ما اتوا شايفين كده هقول هنحط بقى طرفي معلقة آآ فانيليا زي ما احنا قلنا عايزة تحط فانيليا آآ ميت ورد ميت ظهر آآ حاجة الدريحة لازم وهي سخنة بقى اللي قلبنا عليك الفول السيداني اهم حاجة اني كنت يتقلب كويس اوه اوه هي سخنة تستحميلي بقى ايه لازم لاني لو سيبتها بردت مش هتعرفت تتحكمي الفردة هنجب بقى الصينية ودهلينها بالزيت زي ما عملنا كده في السمسمية وبسرعة بسرعة تروحي لازم تفردها وهي سخنة نفردها بقى كده الصمك اللي انتش عايزات فردت وبعد بقى من نفردها كده ونسويها لازم تسوي فيها كده ما تحفيش وهي سخنة عشان خاطر تمسك في بعضها فردناها كده هنقطع بقى بالسكينة السكينة برضو صعوصية بالزيت تدهنية بالزيت عشان تبقى سهلة معاك في التقطيع وتحكم بقى ممكن كنت يسويها برضو بيديك كده زي ما انتم شايفين بقت حلوة هي سوي بيديك بس هي عشان سخنة تمام كده بعد كده هنعمل ايه الحموسية برضو نس كوبية سكر تلكرمن في الحلة وبرضة تلت معلق مية ونسيبها بقى تلكرمن براحيتها والنعلان التانية بقى هنروح حاطين برضو الحموس ونقلبه كده يفضل يشمع عشان طبعا اهم حاجة عشان بنخلص بنشر رطوبة اللي في قلب الحاجة وتطلع طبعا حيلا زي مول شايفين السكر بيكار من هو ما بنقلبش فيه خلص بالمعلقة عشان ما يسكرش منك من الوقت للتاني نهز بس الحلة حاطيني نص اللمونة وهنحط طبعا دوت هنغير بقى المراضي هنحط ايه هنحط على طرف المعلقة مية ورد بتخلي برضو الطعم حلو زي المحلة بالزبط زي ماتوا شايفين بقى نقلب كده توطي البطول اهم حاجة انك انت الشرباط كلوكوس ده وتوطي خالص علي ما تستعجلش وتعلي عشان ما يسكرش منك ونقلبنا بقى كده كده ده اللون الحلو هنحط بقى على الحموس كده ونقلب بقى كويس او اهم حاجة اهم خطوة تقليبة دي بعد ما تحط عليها الشرباط نقلب بقى كويس كده وبردو دهنين السينية دهنينها بالزيت وحن برضو هنحط فيها الحموس وساويها زي ما عمنا في الايه في الفولية والسمسمين هنحط بقى بسرعة وهي سخن اما حاجة وهي سخنة فريديا ما سيبهاش تبرده عشان تعرفت تتحكم فيها وفريديا بقى بمعلقة تفريديا بسكينة تفريديا بالنشاب بتاعت الفتير اي حاجة زي مااتوا شايفين كده تتحكم فيها هي وممكن تفريديا برضو بالهارسة بتاعت البطاطس هتتحكم فيها فردنا بقى هون وهنقطع بعض هن دهن برضو السكينة زيت هنقطع بقى اقطعتش اللي انتش عايزين وقلت بقى يعني انا حددت كده وبعد كده ايه قطعت بالقطع وكل سنواتي طيبين ويا ربي بقى يعجبك وان شاء الله تقولين رأيكو ايه تنسناش باللايك والشير وكل سنواتي طيبين ويدعا الناس كلها يا ربي بالخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم على سيدنا محد ولا قليل واصحابي